بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني طلاب الصف الثاني عشر الأدبي والتجاري وجميع الفروع عدل علمي والصناعي بنكمل معاكم مناقشة مادة التكنولوجيا وإحنا لساتنا في الوحدة الثانية وبنناقش في طبقات نموذج الأو أس آي في هذا الدرس رح نناقش الطبقة الثالثة أو طبقة الشبكة طبعا ليش قلت أو طبقة الشبكة لأنه ممكن في الامتحان يسألك أي سؤال بخص طبقة الشبكة ويجي يحكي لك مثلا اذكر بروتوكولات الطبقة الثالثة عرف الطبقة الثالثة فبتقدك كن عارف لما يحكي لك الطبقة الثالثة يعني قصده فيها طبقة الشبكة أول إشي هاي موجود عندنا في هذا الرسمي اللي هي طبقات نموذج الأو أس آي وترتيبهم بيكون من تحت لفوق يعني هذه بتكون الطبقة الأولى هذه بتكون الطبقة الثانية هذه الطبقة الثالثة لفوق لعند الطبقة السابعة اللي هي التطبيقات فإذا انت في الامتحان دك تحكيين في الترتيب بتبلش من تحت من هون واحد الفيزيائية اثنين ربط البيانات ثلاثة الشبكة أربع النقل خمسة الجلسة لعند السابعة اللي هي طبقة التطبيقات طبعا هم مريحينكم من باقي الطبقات حكين شوي فقر عن الفيزيائية درس عن ربط البيانات درس عن الشبكة الآن بنسبة لطبقة الشبكة صراحة طبقة الشبكة هذا الدرس مليان كتير فيه تفاصيل كثير كثير فبالتالي بنا نركز فيه يعني هذا الدرس أهم بكثير من الدرس السابق مع أهمية الدرس السابق مهم جدا هذا الدرس فبالتالي بنا نركز عليه منيح منيح خلينا أول إشي نعرف إيش تنسيق الطبقة الثالثة تنسيق هاي الطبقة اللي هو الحزمة او الباكت تنسيق الطبقة الثانية تذكروا ايش كان ايامها كان عبارة عن الاطار الطبقة الثانية الاطار الطبقة الثالثة الحزمة لو جينا حكينا عن نظام العنوني في الطبقة الثانية اللي هي ربط البيانات اللي هو الماك ادرس نظام العنوني في الطبقة الثالثة اللي هو الاي بي تمام انا كعب بعمل مقارنة طيب لو جينا عن على الأجهزة اللي بتشتغل عليها الطبقة الثانية اللي هي ربط البيانات اللي هو أول بطاقة واجهة الشبكة أو كرت الشبكة ثاني اللي هو لاني سويتش أو محاول الشبكة المحلية الأجهزة اللي بتشتغل عليها الطبقة الثالثة اللي هو الراوتر المقارنة الرابعة الطبقة الثانية لنقل البيانات داخل الشبكة المحلية الطبقة الثالثة لنقل البيانات بين الشبكات او خارج الشبكة المحلية وانا في الدرس السابق وضحت لكم كيف يعني الشبكة المحلية وكيف يعني الشبكة هون معطينا مقدمة تعرفنا في الطبقة الثانية على العنوان الفيزيائي العنوان الفيزيائي ايش بتعمل العنوان الفيزيائي تساعد البيانات في التنقل داخل الشبكة المحلية هذا الحكي يعني مراجعة واحنا عارفينه العنوان الفيزيائي بتساعد البيانات في التنقل داخل الشبكة المحلية يعني الشبكة المحلية داخل أسوار البيت المؤسسة المدرسة الجامعة الشبكة المحلية الآن هذه البيانات بحاجة لنظام عنواني آخر علشان ينقل البيانات بين الشبكات أو خارج الشبكة المحلية من شبكة محلية لشبكة محلية أخرى هذا الدور تكون فيه الطبقة الثالثة عن طريق العنوان المنطقية يعني كيف احنا بننقل البيانات بين الشبكات عن طريق الطبقة الثالثة خصوصا العنوان المنطقية اللي موجود في داخل الطبقة الثالثة تمام الآن يا جماعة كما هو معروف في أي نظام اتصالات يجب وجود عنوان فريد لكل جهاز يعني معقولي انه مثلا انت تطلب رقم جوال ترد عليك سكرتيرا تقول لك اي واحد بدك والله هذا الرقم مع عشرة مستحيل فبالتالي لازم لكل جهاز عنوان فريد شو يعني فريد يعني مستحيل جهاز اخر الى نفس العنوان في كل جوال رقم مستحيل جوال اخر عنده نفس الرقم لكل شخص رقم هوية مستحيل شخص اخر عنده نفس رقم الهوية فبالتالي هاي معنى فريد علشان هيك في داخل شبكات الاتصال كل جهاز موجود في هاد الشبكة لازم الى عنوان فريد وعلشان ما تخربطوا انه هاي معلومة لكم علشان ما تخربطوش في داخل البيت الواحد في مجموعة عنوين فريدي خاصة بهذا البيت وفي داخل الشبكة المحلية العالمية في عنوين فريدي أخرى يعني أنت في داخل دارك أنت مثلا عندك خمس كمبيوترات وعندك طابع وعندك DVR مثلا كل جهاز من هاي الأجهزة له عنوان خاص 192-162 مثلا 10-15 192-168-10-23 تمام كل جهاز داخل البيت العنوان فريد إذا بدك تتصل في هذا الجهاز داخل البيت بتتصل على هذا العنوان داخل الشبكة المحلية طب إذا أنت بدك تتصل على جهاز موجود مثلا في عمان هذا الجهاز فيه العنوان فريد بس في نظام بيختلف عن النظام المحلي في هذا الدرس راح إحنا نناقش الشبكات المحلية فبالتالي العنوين اللي في داخل المنازل يعني أنت ما تستغرب أنه مثلا أنت عندك في الدار طابعة عنوانها 192 181 15 وعن دار جرانكم كمبيوتر نفس العنوان لانه هذا عنوان جوه الدار جوه الدار جوه الشبكة المحلية تمام بينما بين الشبكات فيه عنوان ثاني فيه رقم ثاني نظام اخر تمام الان كل جهاز انا بدي اوديله اي معلومة لازم يكون لهذا الجهاز عنوان فريد خاص فيه عشان اقدر اوديله المعلومة تمام وهنا منيجي له السؤال عرف الاي بي شوفوا تعريف الاي بي شو رح يكون تعريف الاي بي هو عنوان فريد لكل جهاز على شبكة الاتصال ليمكنوا من التواصل مع اقرانه من الشبكات فيه تكميلي خليني بس الون لكم هذا التعريف فيه تكميلي للتعريف اللي هو يميزه عن غيره من الاجهزة ويستخدم هذا العنوان من قبل اجهزة الشبكات الاخرى للوصول الى هذا الجهاز هذا اللي ملون باللون الاصفر اللي هو تعريف عنوان الاي بي طبعا عنوان الاي بي زي ما حكينا يعتبر عنوان منطقي وفي الدرس السابق لما شرحنا عن طبقة ربط البيانات حكيت لكم ايش يعني عنوان منطقي وايش يعني عنوان فيزيائي عنوان فيزيائي المصنع في المصنع بيجي بدك الرقم هيك احنا بنحكي بالعامية بدك الرقم على القطعة فبالتالي هاي القطعة بتطلع من المصنع معها العنوان ليلها وين ما بتروح بيضلوا العنوان معها بينما منطقة منطقة تفكير معالجة اشي مش ملموس فبالتالي عنوان الاي بي احنا بنحدده في داخل الويندوز في المعالجة اشي ما بلمسه تمام اشي مش فيه زيائي علشان هيك يا شباب بدي اذكركم في معلومة مهمة في هذا الدرس رح تلزمنا كثير في داخل جهاز الحاسوب عنوان الماك لا يتغير عنوان الاي بي يتغير في داخل الشبكة بصير العكس عنوان الماك يتغير عنوان الاي بي لا يتغير وبوضح لكم في هذا الدرس ايش يعني هذا الحكي الان هنا معطينا من المهام الاخرى لهذه الطبقة توجيه الحزم من المصدر للهدف عبر الموجهات اللي هو الجهاز اللي بتشطل عليه هذه الطبقة اذا هذه من مهام طبقة الشبكة طب ايش المهمة الاولى لهذه الطبقة المهمة الاولى لهذه الطبقة اللي هي نقل البيانات بين الشبكات او خارج الشبكة المحلية المهم الثاني توجيه الرسالة من المصدر للهدف عبر جهاز اسم الموجه او الراوتر المهمة الثالثة توجيه الرسالة عبر اقصر الطرق اعتماد على عنوان الهدف الموجود في رأس الحزمي واذا انتم تذكرين لما حكينا عن الماك ادرس حكينا انه في اشي اسمه الاطار والاطار بيكون مكون من الرسالة هذه الرسالة والرسالة مضاف اليها ماك ادرس من وين طلعت البيانات وماك ادرس وين راحت البيانات طيب ايش هي الحزمي طبعا رسمة الحزم مش مطلوبة رسمة الاطار مطلوبة ايش الحزمي الحزمي الرسالة اي بي من وين طلعت الرسالة اي بي وين راحت الرسالة تمام الاطار بتنقل عن طريق جهاز اللاني سويتش وبينشئه جهاز المصدر الحزمي الحزمي بتنتقل عن طريق جهاز الموجه او جهاز الراوتر معلومة على الهامش لما نحكي كلمة راوتر ما بيعني بالضرورة الراوتر الموجود عندنا بالدار مع العلم انه الراوتر الموجود عندنا بالدار مجازا إحنا من كله راوتر هو إلو اسم ثاني اسمه المودم أو اسمه ADSL راوتر يعني عبارة عن مجمع أجهزة الراوتر هو جهاز خاص بيكون في قطعة منه في داخل الراوتر البيت لنقل البيانات بين الشبكات يعني فيه إشي ثاني اسمه راوتر تمام طيب بتخططوا على هذولا النقاط طيب ليش يعني اعتماد على أقصر الطرق لأنه إنتوا عارفين يا جماعة إنه شبكة الإنترنت عبارة عن كوابل وشبكات يعني ممكن مثلا من دارك لدار جيرانكم مثلا تنتقل البيانات عبر سيليك مباشر وممكن تنتقل البيانات تروح الرسال لدار جيرانكم لبعاد بعدين تيجع على دار جيرانكم حسب الفراغ في الشبكة يعني انت أحيانا بدك تروح على منطقة ثانية ممكن الطريق القصير يبكى ممتلئ سيارات انت بتروح الطريق الطويل بس بتحرص انك تروح على الطريق القصير فهونا بدور وين فيه اقصر طريق واسرع طريق ده تود البيانات وبتود البيانات وانتو عارفين يا جماعة انه شبكة الانترنت هي شبكة ضخمة شبكة من الاجهزة الانترنت معناته كل كمبيوترات العالم موصلات مع بعض هذه فكرة الانترنت بس بس هذه فكرة الانترنت ومواقع الانترنت هي عبارة عن اجهزة موجودة بها الشبكة هذه الاجهزة بتكون خارقة او بيكون اداها افضل بالنسبة الاجهزة الموجودة عندنا بالدار اداءها عالي جدا وموجود عليها بيانات بتتصل فيها مثل ما بتتصل فيها بتستطيع تتصل على اي جهاز موجود في داخل الشبكة فبالتالي هي شبكة شبكة عن كبوتية كاملة وانت بصير تنقل بيانات فيما بينها خلصنا الان نيجي ل عنوان الاي بي او الانترنت بروتوكول وزي ما حكينا انه نظام العنوان في طبقة الشبكة اللي هو عنوان الاي بي خلينا في هذا الدرس نكتفي في هذا المقدمة في الدرس القادم بنفصل على عنوان الاي بي يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر